ايام الخير جملة يواصل العراقيون ترديدها بشكل شبه يومي حتى من اصحاب الاعمار الصغيرة التي لم تعايش ازمنة سابقة لكن كبار السن الاحياء ينقلون لنا صورا ومواقف لعقود من القرن الماضي وما يستعرضونه من احاديث وقصص تعضدها صور ومقاطع قليلة ونادرة تبقت من تلك الايام وبعيدا عن التعصب او التحيز لفترة على حساب اخرى او لنظام حكم على اخر وبعيدا ايضا عن الخوض بامور السياسة التي افسدت الكثير مما كان جميلا فانما وصلنا من عقد الخمسينيات وما بعده يظهر لنا ملمحا يمكننا من خلاله تشكيل صورة قريبة من الحقيقة في اذهاننا الصور وما تبقى من ذكريات كبار السن تكشف عن فترة كانت زاهية على وجه العموم سواء كان ذلك بالعهد الملكي او بفترات لاحقة اقتصاديا كان البلد يضع خطواته الاولى على طريق النهضة مع دخول النفط كمورد للعراق ليضاف الى الزراعة التي جعلت العراق في عداد المصدرين وفي مجال الاعمار كانت المشاريع الاستراتيجية في مجالات النفط والزراعة والسدود والخدمات العامة والبناء تنفذ وتفتتح على مدار كل عام بنزاهة في التنفيذ يشهد لها الجميع العراق كان صاحب اول محطة تلفزيون بالوطن العربي وكلمة الاول كانت تشمل مجالات اخرى كثيرة بيوت كانت تبنى وطلاب في بعثات بالدول المتقدمة على نفقة الدولة ومجتمع متقدم على دول الجوار بكل المقاييس الاهم من كل ذلك سلم مجتمعي لا تعكره طائفية او قومية وقانون يطبق على الجميع وخدمات تقدم للمواطن بلا تمييز او تفرقة مما جعل فترة الخمسينيات وما تلاها تفرز المئة من الفنانين والرياضيين والعلماء والادباء والشعراء وفي مجالات يصعب حصرها الحنين الى تلك الايام يكاد ان يشكل اجماعا في وجدان العراقيين ربما لروعة تلك الفترات او لمرارة ما جاء بعدها او لارتباطها بالذكريات او شخص قريبة من قلوب البعض الاخر لكن تلك الاسباب بمجملها تفرض تسمية ايام الخير على تلك العهود بكل جدارة واستحقاق ترجمة نانسي قنقر